في أعقاب أدائه اليمين الدستورية تتجه الأنظار إلى رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك سعيد وإلى مساره القادم وهو ينؤ بعبئ مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصفه باليمن وعما إذا كان سيعود إلى العاصمة المؤقتة عدن القادم منها للتو دون أن يواجه من موقعه كرئيس للحكومة ما واجهه سلفه من صلف وتعنت وإفشال في الاجتماع الذي أعقب أداء اليمين الدستورية وضع الرئيس هادي رئيس وزرائه أمام أولويات الوضع الاقتصادي والمهام والواجبات الأخرى المناطة به وبحكومته لتجاوز تحديات الواقع الراهن بحسب ما جاء في بيان بثته النسخة الحكومية من وكالة الأنباء اليمنية سبأ الرئيس أكد تقديم كافة أشكال الدعم المساندة لرئيس الوزراء للقيام بواجبات الحكومة في خدمة المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم فيما يراه المراقبون تكرارا لمفردات تعرضت لها مسامع اليمنيين وفاضت بها البيانات السياسية وتصريحات المنسوبة للرئيس طيلة الفترة الماضية رئيس الوزراء من جهته تعهد ببدل قصار الجهد لتجاوز تحديات الواقع الراهن للبلاد والانطلاق صوب البناء والاستقرار والإعمار والتنمية بتعاون ودعم من التحالف التحالف كلمة السر الوحيدة التي يمكن للرئيس الوزراء الجديد أن يفتح بها ما أغلق أمام سلفه من أبواب بما في ذلك باب العاصمة السياسية المؤقتة عدن التي شهدت في يناير الماضي حربا شاملة لاجتثاث الحكومة بآليات ومدافع ورصاص التحالف التي وضعت في أيدي الميليشيات الانفصالية لم يصدر على الرئيس الوزراء حتى الآن ما يشير إلى أنه قد يعود قريبا إلى عدن حيث تمثل أمامه هناك عقدة الميليشيات المدعومة من الإمارات وتحدي التمكين الكامل للحكومة الشرعية في العمل من العاصمة السياسية المؤقتة دون عوائق وتمثل بالقدر نفسه عقدة إعادة توظيف الموارد السيادية لدعم الخزينة العامة المسنودة بالوديعة السعودية وعدة ملايين من الاحتياطات السابقة في البنوك العالمية يجمع المراقبون على أن إقالة بن دغر وتعيني رئيس وزراء جديد إجراء سياسي بامتياز توارت أهدافه خلف الأزمة الاقتصادية والأعاصير مع بقاء التحديات الاقتصادية رهن السياسات المضطربة للتحالف تجاه اليمن وقواها السياسية ومستقبل الدولة الاتحادية